أقر مجلس النواب اليوم تاجه لنقاشه لمشروع قانون للإعلام المرئي والمسموع لمدة أسبوع كحل توفيقي قدمته رئاسة البرلمان بين طلب وزير الإعلام علي العمراني عادة المشروع للجنة الإعلام البرلمانية وبين إصرار نواب على بدء النقاش اليوم وبرر أعضاء في البرلمان قرار تصويت المجلس على تأجيل مناقشة المشروع بدلا عن إعادته للجنة بأن الإعادة يعني حذف المشروع من جدول أعمال البرلمان على عدس تأجيل النقاش الذي يعني بقاء القانون المهم على قائمة أعمال النواب وينص مشروع القانون على إنشاء هيئة مستقلة تسمى بالهيئة الوطنية العليا للإعلام المرئي والمسموع وتتولى تنظيم كافة جوانب الإعلام المرئي والمسموع والمقرو والإلكتروني